أنا معك كمان أنه زوجي يتزوج علي عادة الأغلبية بيكتبوا كومنت بدون ما يفكروا بيكتبوا ضروري أنه نحنا نتقبل كنساء أنه زوجنا يتزوج علينا لأنه صار فيه كتير من الأرامل لأنه طبيعة الحياة تغيرت ومشاكل عديدي مننا أنه بالحياة بالمطلق يعني الكون مبني على أنه فيه نساء أكتر طيب لو أنه فيه آي قرآنية أو حتى حاليا قانون بيفرض على كل مسلم أنه يتزوج أربعة أنا حاليا متأكديمي بالمئة أنا أخواتي أصدقائي صديقاتي يعني والدتي نفسها بتقبل حاليا أنا بالنسبة لقلي بشوف هذا الشي طبيعي جدا لأنه جارتي والدتي اختر فيتي كله متزوج زوج عليها فمنقبل الموضوع عادي جدا يعني لما بيكون الموضوع هو طبيعي وفيه قانون لأنه كلامكم بيدل على أنه قانون معين لازم نعمل فيه نحن النساء وما عم نرضى ما فيه هذا الشي فيه كتير مو متزوج أزواجهم عليهم فأكيد بدي تغار وأكيد بدي تتحسس وأكيد بدي تتأثر وأكيد ممكن تحس بي نفسها أنه عندها نقص وأكيد لأنه بنت أصل بدي تزعل على زوجها أكيد أنت لو دخلت عليها وقلت لها راح أتزوج وما زعلت ما بيسيبك شكوك أو هام كيف ما تزعل أو دخلت عليها وقلت لها تزوجت وما تتأثر ما بتحس أنه فيه شي غريب فيه مرأة على الإطلاق ممكن تكون عاقلة وما تزعل إذا زوجها تزوج عليها وين هاي أنا جعبا لألتقي فيها بصراحة ما زعلت أبدا ولا تأثرت معجزي صراحة أنه برافو علي يعني زعلت داخليا ما بالضرورة تكون شفتها وهي زعلاني بس يكون في هيك مرأة موجودة أكيد الباقيات كلهم بغيروا رأيهم أو قانون ينص على أنه كل مسلم يتزوج على زوجته ثلاث نساء وين هالقانون منرضى فيه بس كل النساء مو بدولي معينة كل النساء المسلمات بيقبل وقتا